لأن شايف حالة غريبة كده شوية يعني شايف وكان ده قلته مبارح بالجناسبة بس لازم أعيد وأكد عليه إن البعض بيلوم على جمهور الزمالك البعض القليل يعني أو حتى على بعض اللعب نادي الزمالك الاحتفالات والفرحة وكام ده طب تلوم ليه؟ يعني أنت عايز تلوم ليه لعب نادي الزمالك؟ فتلوم ليه جمهور الزمالك؟ الناس تعبت وشئت واشتغلت وركزت فأجادت فكذبت فحققت لقب فأسعدت جماهيرها فكتبوا لنفسهم بطولة في تاريخهم فحققهم جدا يفرح نادي الزمالك حققه جدا لعب نادي الزمالك حققه جدا تفرح ده ده أمر طبيعي وبيديه وأي حد بيشجع فريق أكيد حبا حابب إن فريق يكسب عشان يفرح فانت لو خسرت ما تلومش أبدا عن اللي بيفرح واللي طالما هو كسب الموضوع بسيط ليه الموضوع واخد بعض الأبعاد الأخرى مش لقيلها أي مبرر ما لهاش أي مبرر فالزمالك في تحدي غاية في الأهمية لأنه فعلا حقق لقب غالي جدا وغلاوة اللقب تضعفت لأنه كان على حساب النادي الأهلي الغريم التقليدي دائما وأبدا الاتنين بينفسوا بعض فترات الأهلي بيبقى الوحده في المنافسة فترات الزمالك بيبقى الوحده في المنافسة لكن تبقى المنافسة ما بين كوباية وكرة مصرية ودي حاجة كلنا سعداء بيها لأن من غير محد ينفس التاني منهم فأي فوز مالوش طعم نجيب لك من الآخر أي فوز مالوش طعم يعني لو الأهلي بيكسب بس وبياخد بطولات بس من غير منافسة الزمالك فده حاجة عادية لو الزمالك بيكسب بس وبياخد بطولات بس من غير منافسة الأهلي فده حاجة برضو عادية جدا لكن دايما الفرحة بتبقى أكبر سواء هنا أو هنا لما طرف يكسب التاني بس حرجعلك في التحدي اللي لازم ياخد باله منه إدارة نادي الزمالك إيه هو إنك إزاي تستمر على الشكل اللي ظهر الفريق عليه يعني إزاي تبني على اللي حققه الفريق من خلال مباراة في بداية موسم ولا أروع من كده فيش أحسن من كده إنك تكسب مطش بطولة كرية في بداية الموسم على حساب النادي الأهلي فانت بصراحة جالك دافع يخليك تحاول تحقق المزيد من الألقاب على مدار الموسم نفسه ما تكتفيش باللقب ده لكن لو أنت فضلت بتفكر في إن أنا كسبت السوبر فالدنيا تمام احتفل أكيد بس جمهور نادي الزمالك حيستنى منك ألقاب قد كده يعني هو مش خلاص جمهور الزمالك مش هكتفي يا جماعة باللقب ده جمهور الزمالك عايز منك تستمر عايز منك استمرارية في حصد الألقاب عايز منك ثبات استقرار إداري عايز يبدع عن حتة المشاكل حتة الأزمات عايز تخصص ليه علاقة بكل عضو في مجلس الإدارة يشتغل بالشكل اللي يكون في صالح الفرقة أو اللي في صالح النادي بشكل عام طبعا لأن فيه ملفات عديدة داخل نادي الزمالكة العادة فأدي كل واحد اختصاصه محدش يتدخل في اختصاص التاني ما يبقاش فيه لغط فيه ناس كتير جدا فهم أن أقصد إيه في مرة من مرات ممكن نتكلم بمنطقة صراحة أكتر من كده لو لقنا الأمور مش أفضل حاجة لمصلحة نادي الزمالك لكن أنت كمجلس إدارة أنت في تحدي مهمة قوي أنك إزاي ما تعيش على البطولة دي بس لأ إزاي تزود عدد البطولات في الموسم ده طبعا بقيت الموسم اللي جاي بس نحن نتكلم بما أننا في الموسم الحالي اللي هو بيبتدي أو اللي حيبتدي فنادي الزمالكة عنده سوبر مصري فدي بطولة ايه بمشكلة لو خدت سوبر مصري بعد سوبر أفريكي حصلت قبل كده لما الزمالك خدت سوبر أفريكي من التراجي وبعد كده كسب الأهلي في السوبر المصري كانوا بطولتين تريبا في ظرف 7-8 يام على ما تذكر عندك دوري ده لقب غالي جدا مهم جدا عند جمهور الناس الزمالك عندك كاس مصر في ألقاب كتيرة التحدي الأكبر أنك إزاي تحقق أكبر كم ممكن من الألقاب لأنك في الأول وفي الآخر أنت نادي الزمالك وجمهور النادي الزمالك منتظر منك المزيد دائما ترجمة نانسي قنقر